ليه الأبواب متقفلة في وشي وليه الأمور مش متيسرة معايا هو حسد ولا عين ولا سحر ولا ايه بالزبط بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجع في فيديو جديد بلاقي كتير قوي يا أخوانا من الشكوى دي ومن أهم الأسباب التي لا ينتبه إليها كثير من الناس موضوع بسيط جدا جدا قبل ما تقول لعين وسحر وحسد وناس بصالي وناس مش عارف ايه حاجة اسمها الأخذ بالأسباب انت معاكش فلوس عشان انت انسان مبذر بس ممكن يكون ده السبب انسان مضغوط فاصحابك قالو لك يلا نشتري فانت بتكسب تقول لأ فبتضيع فلوسك طب انت عندك مشكلة مفيش لع سحر ولا حسد هضيف ده الفقير عشان مش عارف تقول لأ في الوقت المناسب انت عندك مشاكل في حياتك الزوجية عشان مش قادرين تتفاهم وتعودوا مع بعض اللي انا بيحبوا اللي انا بيحبوش مش قولي كله اللي بنتخان اللي قد فالأسباب ده سحر ولا حسد طب يا اخوانا ما تعودوا مع بعض الاول تتفاهموا اللي بتحبوه اللي مش بتحبوه وانا هتفاهم وندي فرصة لنسمع في حاجة اسمها لأخذ بالأسباب كثير من الامور مقدرة على الأسباب فانت ما تبقاش انت انسان كسول انسان مهمل انسان عشوائي انسان ملخمط في حياتك وتقول للدنيا ما قفلها في وشك ما ما قفلها في وشك عشان انت مش تقود بالأسباب بتكونش انسان ما عندكش قدرة على الاتقان العمل وتقول ما انا محدش بيش اغني كل مرة ترفت اترفت في شغل اروح شغل اترفت منه عشان انت عندك مشكلة يعني ما عندكش مرونة كافية في التعامل مع الناس مثلا او المديرين ما تقولش انا مش عارف كل ما بتقدم لواحدة بترفضني ما انت ممكن ما تكونش يعني زائم سوأ اللي نفسك بشكل كويس مثلا او العكس اللي قولك البنات مش بتتجوز ما انت ما بتخدوش بالأسباب يا اخت الكريمة ما فيهاش مشكلة اللي احنا نكلم اصحابنا ونكلم امهاتنا ونشوف تسعين في ذلك اه مش هعرض نفسي على الرجال ولكن انا بسعى وبسأل وبنشوف اختك مين وقاربتك مين واتحرك اصلا انا مش بتجوز ما في حد بصصلي الاخذ بالأسباب الاول يا جماعة الكفار بياخذوا بالأسباب وبينجحوا فاحنا كمؤمنين خدنا بالأسباب ومعنا كمان الدعاء ومعنا التضرع الى الله هننجح ان شاء الله واحوال قليلة اللي بيكون فيها قليلة او كثير الله اعلم لكن مش الاصل ان يكون فيها بقى اللي هو السحر والحسد والعين والكلام ده كل لكن الكون مبني على ان فيه اسباب مأخوذة ناخد بها السعي بتاعنا لكن النتيجة بتاعت ربنا زي ما بنقول على طول لكن قبل ما تقول لي ليه الابواب مأفولة في وش شوف حالك من الاخذ بالأسباب عملت مأفوس عك اه خلاص بقى ده ابتلاء من الله دي حاجة تاني بس هل انت عملت مأفوس عك ولا اهو ده السؤال دعم الفيديو بالشارع والعايك ومنشارك في القناة شوفك المرة الجاعة السلام عليكم اشتركوا في القناة